موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق اخبارية مرحبا بكم تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد وعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس العالمي ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمنة والاستقرار كما تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة من أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الرابع والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو شهدت مدينة مأرب اليوم استعراضا عسكريا مهيبا بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اليواء الركن عادل القميري ووكيلي محافظة مأرب الشيخ علي محمد الفاطم والدكتور عبد الربان فتاح وخلال الفعالي التي أقيمت في كلية الطيران والدفاع الجوي وحضرها عدد من القيادات العسكرية والأمنية وخلال العرض أكد المفتش العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة والأمن بجاهزية عالية للقيام بواجباتها الدستورية وملتزمة بالقسم والوفاء للوطني ومكتسباته العظيمة وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على الثوابت والمنجزات الوطنية أقيم في مدينة تعز مهرجان فني وخطابي احتفاء بالعيد الرابع والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وأقيم المهرجان تحت شعار يمن واحد للأبد وبحضور عدد من قيادات السلطة المحلية والأمنية وجدد المشاركون على أهمية الاستفاف الوطني لحماية المكتسبات الوطنية وكانت قد شهدت مدينة تعز مساء أمس الثلاثاء احتفالا شعبيا وإيقاد شعلة العيد الرابع والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة وتسعين تم إيقاد الشعلة شعلة الوحدة وإطلاق الألعاب النارية في سماء المدينة تعبيرا عن الابتهاج بالمناسبة الوطنية العظيمة وخلال الحفل تم إلقاء العديد من الكلمات التي أكدت على أهمية المنجز الوطني العظيم ودعت إلى حمايته والحفاظ عليه قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن اليمن تشهد تعقيدات متعددة وظروفا استثنائية تستدعي المزيد من التلاحم وتكاتف الجهود الرسمية والشعبية والحزبية من أجل هزيمة المشروع الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانيا والذي يمعن في تعميق المعاناة الإنسانية هروبا من استحقاقات السلام جاء ذلك في برقية تهنئة لمجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج والأبطال الميامين المرابطين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو المجيد عام الف وتسعمائة وتسعين قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد من دغر إن إعلان الوحدة كان لحظة تحول مفصلية وأن الشعب اليمني أسس حاضره السياسي الموحد وهو اليوم أهل للدفاع عن خياراته التاريخية جاء ذلك في برقية تهنئة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة الثاني والعشرين من مايو المجيد أوضح بن دغر أن الوحدة مناسبة عظيمة يحتفل بها شعبنا اليمني بحدث كبير هو الأكثر أهمية وأثرا في تاريخه الحديث والمعاصر قال وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز إن مناسبة الوحدة الوطنية الغالية جاءت تتويج لنضالات الشعب اليمني وثمرة يانعة لتضحية أبنائه أعرب الدفاع والأركان في برقية تهنئة مشتركة بعيد الوحدة عن الاعتزاز بأبطال اليمن ومناظريها من رواد الثورة الأوائل الذين شكلوا بأفكارهم النير وثوراتهم وتضحياتهم جسر عبور للوطن والشعب نحو الغد المشرق وجعلوا من المستحيل ممكنا وحقيقة وطنية معاشا وأشارت الدفاع والأركان إلى أن الكثير من أبناء القوات المسلحة اليمنية قد تتلمذ على أفكار المناظرين اليمنيين الأوائل يكونوا حاجز صد منيع مدافع عن المكاسب الوطنية والسياج المتين الحامي للوجود اليمنين قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إن إعلان الوحدة يوم الثاني والعشرين من مايو المجيد ألف وتسعمائة وتسعين جاء تتويجا لجهود ونضالات الشعب اليمني العظيم بكامل قوة الوطنية الشريفة من شمال الوطن وجنوبه ومثل نقطة تحول كبرى وإشراقة في التاريخ اليمني أشار اللواء حيدان في برقية تهنئة لمجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو أشار إلى أن ذكرى تحقيق الوحدة اليمنية تحل علينا وبلادنا لا تزال ولادة بالرجال الأوفياء القادرين على تحقيق إرادة أمتنا وعزيمتها المتسقة مع الهدف الكبير والمتمثل في تحقيق حلم اليمنيين باستعادة الدولة وإقامة اليمن الاتحادي الكبير قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهر السالم السقاف إن الذكرى الرابعة والثلاثين لعادة تحقيق الوحدة تأتي والوطن يمر بظروف عصيبة ويحاول البعض تشتيت مسار التوافق الوطني من خلال تصدير مشاريع لا تحظى بأي قبول شعبي أوضح السقافي تصريح للإصلاح أن مخرجات الحوار الوطني أنصفت القضية الجنوبية ولا بد أن تستمر الجهود في تصحيح المسار ومنح كافة المحافظات حقوقها المشروع دون إقصاء أو تهميش أفادت مصادر محلية بمديرية سفيان في محافظة عمران أن مواجهات قبلية مسلحة اندلعت بين إحدى قبائل سفيان محافظة عمران من جهة وإحدى قبائل أرحب بمحافظة صنعان من جهة أخرى بسبب ثلاف على حدود القبيلتين الفاصلة بينهما أكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل شخصين وجرح آخرين من كل القبيلتين بني شران واليمانية مشيرة إلى أن قيادات حوثية زودت الطرفين بأسلحة وذخائر لتوسيع الحرب والتي زادت ضراوتها مساء أمس الثلاثة نظمت قيادة محور كتاف ندوة حول الشائعات والحروب النفسية استراتيجيات وتحديات بحضور عدد كبير من الضباط والخبراء والمختصين في مجال الإعلام وعلم النفس والعمليات العسكرية وفي كلمة افتتاح الندوة أكد اللواء ردد الهاشمي قائد محور كتاف على أهمية التصدي لشائعات والحرب النفسية وشدد على تأثيرها السلبي على المجتمع وكيفية مواجهتها بالوعي والمعرفة ضبط موظف الجمارك في جمرك شحن سبعة وثلاثين جهازا استرلينك حديث الإصدار إنترنت فضائي كانت مخفية على متن باص نقل جمعي وقال مدير عام جمرك شحن ثابت عوض إن موظف الجمرك تمكن منذ بداية العام من ضبط العديد من السلع المقيدة والممنوعة والثنائية الاستخدام والتي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي في اليمن وأكد عوض أن الجمرك لن يتهاون مع أي مهربات تتسبب بزعزعات الأمن ومخالفة القوانين والتشريعات النافذة دشنا مركز الملك سلمان لرغاثة والأعمال الإنسانية بهيئة مستشفى مأرب العام الحملة العلاجية المجانية لمرضى القلب والتي تقام لأول مرة في المحافظة ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب وتستهدف الحملة عبر مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركز نبض لأمراض وجراحات القلب على مدى ثلاثة أيام تستهدف ثمانمائة حالة مرضية بالمعاينة والفحص والتشخيص وصرف العلاجات المجانية اختتمت جامعة المهرة فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الأول والأنشطة الطلابية للعام 2024 وخلال الحفل الختامي أشاد الحاضرون بجهود رئاسة الجامعة في عملية الاعداد والتحضير لأسبوع الطالب الجامعي الأول وما تضمنه من أنشطة وفعاليات متعددة تعكس الحرص والاهتمام لتنمية مهارات الطلاب من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب الدكتور عاد المعيلي إلى الأهمية التي يمثلها أسبوع الطالب الجامعي مستعرضا طبيعة الأشطة التي أقيمت خلال فترة الأسبوع الجامعي دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى